طب مساكم يهل الديرة الطيبين الله طيب ان شاء الله امسياتكم على طول تكونون فرحانين مثل ما انا فرحانة الافراح قاعدتة توالى من فوز الازرق بالكأس الخليجي 20 الى فرحتنا الكبرى في تطبيق القانون اللي حصل في ندوة الاصليبيخات في ديوان جمعان الحربش احنا وايد فرحانين لان نبي هيبة القانون ترد نبي القانون يطبق فاحنا وايد فرحانين لحد ينتزع فرحتكم يا اهل الديرة ولحد يخرب اليكم وقت احنا ما تطبق القانون قلنا يا داخلية وينكم لا والله بنقول لهم يا وزير الداخلية كفيتوا ووفيتوا وبيض الله وجيهكم وعساكم سالبين ونبي تطبيق القانون مثل ما امر فيه صاحب اسمه دوم على الجميع على الكبير قبل الصغير وهذا اللي احنا نأحده فهذا الشي يفرح لكل مواطن شريف قاعد على هالأرض الطيبة عندما يطبق القوانين وعندما تعاد هيبة اعتقد البعض انها زالت عندنا يا اهل الديرة مادة هذه المادة رقم واحد وتسعين في الدستور اللي عنده الدستور يفتح الدستور ويشوفها في الفصل الثالث السلطة التشريعية المادة هذه شو تقول تقول يا هل الكويت قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية خوش حجي شنو هاليمين اللي بيقوله يقول سمعوا يا اهل الديرة شبيركم وزقيركم القسم اللي محطوط في الدستور اللي اهمة يرفعونه شعار لهم يقول القسم اقسم هذول النواب الحين اقب ما نجحوا وداخلين قاعة عبدالله السالم يبيقولون النواب هالقسم هالخمسين نائب كلهم شو يقولون يقولون اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير هذا النائب كل واحد بروحه يقولها القسم هذا وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وادي اعمالي بالامانة والصدق هذا القسم اللي يقسمون عليه النواب بعد ما ينجحون يدخلون قاعة عبدالله السالم للأسف بعض النواب اللي ارفعوا اللي ارفعوا الدستور لهم شعار واقسموا عليه شو اللي صار من بعض النواب هذول هم اول من انتهكوا الدستور الذي اقسموا عليه واقسموا بالله العظيم ان يحترمون قوانين الدولة هذول النواب بعضهم نفسهم هم اول من انتهكوا القوانين واقسموا بالله العظيم ايضا ان يكونوا مخلصين للوطن والامير هم اهم انفسهم اول من اكسروا وعصوا اوامر وتعليمات وتوجيهات سامية من صاحب السمو امير البلاد حفظها الله في تلبية الرغبة السامية في وين لما قال الندوات تكون فقط داخل الدواوين ويحضر خارج الدواوين لو كرسي واحد هذه التعليمات اللي صارت متى كلنا سمعنا يوم لحد اللي طاف ندوة السعدون وشن اللي صار في الندوة تم الاعتداء في الحديقة على مواطن كويتي حضر هذه الندوة حالة من حال اي ناس سواء مأة او ضد من حقه طالما انه هذه ندوة عامة للجميع وانحطت كراسي برا في ديوان السعدون فاللي يبي حضر انا ايد السعدون اايد مسلم البراك انا ما ايد فيصل مسلم انا بروح استمع شي يقولون ما يقولون لكن شي اللي صار يوم الاحد تم الاعتداء على جوهل وراها يوم الاثنين يوم الثلاثة اجتمع امير البلاد الله يحفظ كان مع مجلس الوزراء كان استثنائي وطلع امر قال يا جماعة من اليوم رايح يا رئيس الوزراء بلغ وزرائك ان الاجتماعات او الدواوين الندوات تكون داخل الديوانيات مو برا خارج اسوار البيت ما يتم هالشي هذا رئيس مجلس الامو الله يحفظ طبعا بلغ الخرافي اعطى التعليمات حق النواب وعادة احنا دائما نسمع كلمة سمع وطاعة يا ولل امر من النواب لكن شا اللي صار في ندوة الحربش في ندوة الاصليبيخات حطوا الكراسي برا يو القيادات الامنية قالوا يبقى ممنوع تنحط هذا الكراسي برا شالتها البلدية اعلنوا في ديوان الحربش عن الندوة النضال من اجل الشعب هذه قصتها قصة النضال من اجل الشعب من اللي بناضل هذه ما رح تكلم فيها خلوها هذه بعدين بتكلم فيها وبمشاركتكم انتو ياهل الديرة اللي انتهك القانون هم بعض النواب المتواجدين هناك شلي صار حرضوا المواطنين لما قال لهم اللواء خليل الشمالي ذاك الوقت انا ما بيشرح لكم لاني انا متأكدة انكم استمعت وقلبت بها القنوات وسمعتوا مني وشفتوا مني لكن للأسف من ينتهك القانون هذه حلقت اليوم حفظ القانون واحترام القانون وفرحتنا في تطبيق القانون لما يطلع نواب يقعدون في الحديقة ويريت المخرج وريني الصورة بس اشوف الصورة اطلعون هشوفون هالمشاهدين يطلع النواب يحاشيهم خليل الشمال يقول لهم يا جماعة ممنوع عندنا اوامر يا يتلنا من فوق ممنوع تقعدون لكن ترجعون يا بعض النواب اللي انت وحطوها وبقول اسماهم دكتور جمعان الحربش ودكتور وليد الطبطبائي ترجعون وتقعدون وتقولوا حق الجمهور كعتو نائب تقول انا امثل الامة اذا انت تمثل الامة وذا انت النموذج الذي يحتذا فيه وذا انت القدوة اللي تقول عنها احنا نمثل الامة انت قاعد تخلي مواطنين عاديين يكسرون ايضا القانون تبت طلع مواطنين يعصون القوانين تبون تطلعون افراد من الشعب يكسرون هيبة القانون من تأشرون لهم وتقول لهم قعدوا قعدوا وقعدتوهم ويرجع مرة ثانية اللي هو خليل الشمالي وكلنا شفنا احنا عندنا طبعا اللقطات موجودة ياريت يجهزونها اي اي نشوف هني طبعا هذه مبتشر كانت كانت موجودة الدوريات وفي سيولة عشان الناس اللي بتوصل عشان يحفظون الامن هذه يمكن هذه اللقطة هذه ما زلنا احنا هذه مبكر في الندوة يعني اللي صارت ويدنا نشوف لقطات ثانية مخرجنا اللي اللي بقوله وراح يحطولي اللقطات انت ويا نواب اتحرضوا مواطنين انه يقعدون قعدوا الاقل يعني مثل ما عرفنا من اللواء خليل الشمالي انه في دوانية خالية داخل البيت دخلوهم زين ما عندكم مكان داخل ولا عندكم ساعة ليش تعزمون العالم وتيبونها في صالات في بيوت وسيعة عندها سراديب كبيرة او فيلل ما فيها احد دخلوها العالم الفيلة توصل 400 توصل 300 عندكم يعني اعتقد الحلول كانت اكثر من بديل اهن صاير شوفوا اهن بره واقفين كلهم واقفين لانا ما اكو مكان ما اكو مكان يعني انا النائب الفاضل المحترم دكتور جمعان الحربش انت دعيت حق ندوة النضال من اجل الشعب الحين شوفوا الحين الحين ندوة هذه الكبيرة شوفوا شوفوا التأشير شوفوا شوفوا النائب شوفوا يهل الديرة يهل الكويت شوفوا النائب قاعد يقشر في ايده النائب اللي اقسم يوم دخل مجلس الامة يحترم القانون هذا من هو الحين من المنظمين يقولوا لهم قاعد طبعا هنا اعتقد في محاولات بالسماح للجمهور اللي واقف بره بين خالد الطاحوس مسلم البراك دكتور جمعان الحربش لكن هذه القيادة الامنية عندها اوامر تيها فلابد من تطبيقها وهم اعطوا الفترة الزمنية اللي يقدرون من خلالها يفلون هني اعتقد اللقطة اللي شوفون فيها اعتقد قاعد يقشرون اي هني قاعدين هني احنا نشوف اللقطة هذي هني قاعدين قاعدين ها ومعطين القيادة الامنية شوفوا هني الواق خليل الشمالي بكل احترام دخل حق صاحب الديوان صاحب الديوان اللي هو دكتور جمعان الحربش اطلب هذي ما قاعدوهم وتخيل ان يعني شوفون بعيونهم يعني القوات الموجودة القوات الموجودة قاعدين على الحديقة كانوا بإمكانهم قبل لا يقعدون يستخدمون العنف لان قاعدين يشوفون جدام عينهم ان قاعدوهم اسكتوا وهم اسكتوا ردوا خذوا على كتر وحاجة شوفوا دكتور جمعان الحربش ناد دكتور وليدي الطبطبائي اطلعوا شوفوا الحين شلي حصل كان من المفترض القاعدين الحين على الأرض يرجع يرجع الدكتور جمعان الحربش مثل ما أشر لهم وقال لهم قعدوا يأشر لهم مرة ثانية هو والدكتور النائب الفاضل وليد الطبطبائي يقول لهم قوموا يا جماعة يا أمه تروحون بيوتكم يا أمه ادخلونهم داخل البيت إذا عندكم سعة خذوا خذوا بعضهم ودخلوا الحين هذول القسم اللي قسموا يذودون عن الحريات ويصونون كرامات الناس خلوهم بره أهمى مع القوات الخاصة والشوفون اللي جدامكم والحين طبعا هذه قبل الحوارات اللي قاعدت تصير بينهم وبين القوات الأمنية مثل ما انتم شايفين زين وعطي مو تشذي شوفوا يعني خنقول نكون صريحين والواحد يقص الحق من نفسه يعني نشكر وزارة الداخلية على رأسه وزير الداخلية الشيخ يابر الخالد على رحابة الصدر يا جماعة هذا نعال ترى اللي انحذف اللي شفتوه طفايا طفايا هني محذوفة عليهم